أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتوذل قوما ما أوذل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أعذرتهم أم لم توذرهم لا يؤمنون إنما توذر من اتبع الذكر وخشر رحمن بالوليم فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم ثلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشر لسلنا وما زل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم نمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهجدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يرد للرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون لما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا بأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات للنخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن آفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ بنو النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها وتذرك القمر ولا الليل سابق النار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا بريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تلحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم هم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مبقدنا آذى معراد الرحمن وسدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تقدم نفس الشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا سرات مستقيم ولقد أضل منكم جبلنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستمخوا السرات فألنا يحصرون ولو نشاء لما سخناهم على بكانتهم فما استتاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحط القول على الكافرين أبلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوره ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينسدون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أبدا يرى الإنسان أن ما خلقناه منه نجفة فإذا هو مقصيم مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لي ظام ويرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا آتوا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر معنا أن يخلق مثلهم بلعب هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل الشيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشبر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأطيب الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صبسال كالكخار وخلق الجان من مابد من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جمال المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذن جلال الإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في الشعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواب من بار ونحاسوا فلا تتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت وردتا كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويغمئذ لا يسأل عادا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيعخذ بالنماسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حليم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطبثهن إنس قبلهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينانا راختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم وناجان فبأي آلاء ربكما تكذبان منتكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك من جلال والذكران صدق الله العليم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ترسيه السماوات من الأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسط إذا وقب ومن شر نفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسرس في صدور الناس من الجنة والناس سدق الله العلي العظيم